موسيقى أهلا بكم إلى أخبار يريضا من قناة الجزائر الدولية بداية نشر الاتحاد اليسوي لكرة القدم بيانا عبر موقعه الرسمي عبر فيه عن تضامنه مع الجماهير الفلسطينية واللعبين بعد الاعتداءات التي تعرضوا لها من قبل قوات الاحتلال مدينا هجومها على ملعب فيصل الحسيني في الضفة الغربية خلال نهاء كأس أبو عمار كما دعا الاتحاد الأسيوي إلى إنهاء كافة أشكال العنف على الشعب الفلسطيني مؤكدا تضامنه بشكل ثابت مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ومجتمع كرة القدم في فلسطين عموما يدين الاتحاد الأسيوي لكرة القدم الاعتداء غير المبرر لقوات الاحتلال على اللاعبين والمشجعين خلال نهائي كأس أبو عمار بملعب فيصل الحسيني خلال هذا الاعتداء تم استخدام الغاز المسيلي للدموع والرصاص المطاطي ما عرض اللاعبين والمشجعين لذيق التنفس ما تطلب معالجتهم في الملعب أو نقلهم إلى المستشفى استضفوا نابولي ناظره ميلان صهرت اليوم في قمة مثيرة الحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي نادي الجنوب الذي يحتل صدارة الترتيب برصد 71 نقطة يصعى للفوز والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري لصالحه من جانبه يأمل نادي ميلان في تدارك هزيمته أمام أودي نيزيبي ثلاثية مقابل هدف واحد في الجولة المنصرمة وتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من هدف احتلالي مركز ضمن ثلاثي المقدمة يحتضن ملعب الخامس جوليا بالعاصمة الجزائرية صهرة اليوم مباراة حاسمة بين اتحاد الجزائر والأخضر الليبي لحساب الجولة السادسة والأخرة على المجموعة الأولى من كأس الكوفيدرالية الإفريقية ويكفي التعادل بأي نتيجة أشبال المدرب عبدالحق بن شيخة للعبور إلى ربع نهاء كأس الكاف بينما يحتاج النادي الليبي للفوز من أجل التأهل فيما كان مارمو غالانتسا الجنوب إفريقي قد رسم تأهله إلى ربع النهاء بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط في دوري أبطال إفريقيا هزم نادي شبيبة القبائل الجزائر بثلاثية نظيفة ماما الودادة المغرب في المباراة التي جمعت الفريقين صهرة أمس لحساب الجولة السادسة والأخرة من دور المجموعات وبهذه النتيجة اكتفى ممثل الجزائر بالمركز الثاني في المجموعة برصيد عشر نقاط ليتأهل إلى ربع النهاء رفقة الوداد في مجموعة انضمت تيترول واندالونغولي وفيتا كلوب الكونغولي من جهته عاد شباب بالوزداد الجزائر بالتعادل من رادس أمام الترجية التونسي برسم الجولة الأخيرة لدور المجموعات بنتيجة لم تكن كافية لكي يعتل النادي الجزائر صدارة المجموعة لكنه ضمن التأهل إلى ربع النهائي للمرة ثالثة تولية حيث سيلاقي ماميلودي الصاندوز الجنوب إفريقي أو الرجاء أو الوداد المغربيين فاز الإثيوبي أبي جي آيانا اللحظ بماراتون باريس واحتج آيانا الزمن قدره ساعتان وسبع دقائق وخمسة عشر جزء من الماء للتفوق على مواطنه جوي أدولا صاحب المركزتان والكيني جوسفة بويت المتوج ببرونزية السباق وفي منافسة السيدات فازت الكينية كيبروب بالميدالية الذهبية حيث أنهت السباق بزمن قدره ساعتان ثلاثة وعشرون ثانية وسبعة عشر جزء من الماء بفارق ثانيتين فقط عن الإثيوبية أتيلا أمونت أتيلا أطاليل أمون أنموث وخمس ثوان عن الإثيوبية الأخرى فكرة ويريت توج الهولندي ماكس فيرشطابن لحظ بسباق جائزة أستراليا الكبرى ليحافظ على صدارة بطولة العالم لسباقات فورميروالي السيارات فيما حل البريطاني لويس هاملتون ثانيا مع ميرسيدس متفوقا على الإسباني فير فرناندو ألونسو سائقي أستر مارتن الذي جاء ثالثا الفوز هو الأول لفيرشطابن على حلبة ميلبورن والأول لريدبول في أستراليا منذ انتصار سيباستيان فيتي العام الفيني وإحدى عشر نهاية أخبار رياضة قدمنا لكم من قناة الجزائر الدولية للمزيد من الأخبار تابعون عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة